الصلح خير وأنا كشخص أؤمن جداً بالفكرة دي موضوع حلقتنا النهاردة عامل هو الصلح لكن قبل ما نوصل للصلح فيه قبل الصلح خناقة صح؟ صح طيب ممكن تفاهمني الخناقة دي بتحصل ليه؟ طيب هو مبدئين الصلح خير فدي مقولة دي في القرآن أصلاً فإحنا من هنا أصلاً بنينا المبدأ ده صحيح ولكن هو فكرة الصلح أصلاً فكرة يعني يمكن كتير مننا بيتخيل أنه هو بيصالح بس يمكن أنا بقولك ناس كتير أو ما تعرفش حاجة اسمها صلحة حقيقي واللي إحنا ما نعرفوش أن الصلحة لما بيتم بالطريقة اللي إحنا بنعملها دي إحنا ممكن يكون بنضمر العلاقة أياً كانت العلاقة مع مين بتتضمر لأن الصلحة تم غلط فأنا قبل أي حاجة هقول أساس الصلح اللي مفروض يتبني عليه أي يعني أي حاجة في الدنيا أي علاقة في الدنيا علاقة أخوة صداقة جواز أي علاقة فأي وقت محتاجين الصلح لازم يبقى الصلحة ليه شكل معين والحقيقة كمان أنه الصلحة فيه قانون للصلحة إحنا بنصالح بس إن إحنا واحد يجي يقول أنا آسف خلاص الموضوع يخلص لا ده فيه قانون للصلحة والقانون ده كمان مش قانون وضعي ده قانون ربنا اللي حطه علشان يوزن الأمور والعلاقة بعد الصلحة لأنه لما تكون بتصالح حد عمل فيك حاجة غلط فأنت بتنوي إن انت تتعامل معه تاني بس الحقيقة إنه ما ينفعش إن انت تنوي من غير ما تعمل شوية حاجات كده ربنا قال عليهم فبالنسبة للصلح ربنا قال وإن تعفو وتصفحو وتغفره اللي بص على الكلام ده من بره يحس إنه معناه في النهاية واحد اللي هو تعفو تصفحو تغفره التلاتة شكلهم كده إنه هو تسامح لكن الحقيقة إنه التلاتة دول محاول رئيسية لازم يكونوا موجودين في أي عملية صلحة بتحصل في الدنيا وده اللي يضمن إن الصلحة تم حقيقي أول حاجة العفو هو إنك تسامح اللي قدامك أو تسقط الحق اللي كان ليك إنك خلاص سامحته تاني أمر والمهم جدا تصفحو الصفحة هو إنك قررت إنك ترجع تتعامل معه إنك كان ممكن إنك تصلحو لكن تقفل يبقى ما سموش صلحة أو إنك ما تتعاملش معاه تاني تصفحو إنك تفتحو صفحة جديدة الأمر التالت وهو أهم مؤمر في قصة الصلحة اللي يمكن كتير قوي مننا ما بيعملوش هو إنك تغفر والغفران ده معناه إنك حاجة بقى بينك وبين نفسك إنك تمحو أثار الخطأ اللي حصل لأنك لو عملت كل الصلح بدون أن تمحو أثار الزنب اللي عملوا فيك الشخص اللي عمل فيك حاجة وحشة فأنت الحقيقة أنت ما صلحتوش بالعكس ده السبب الرئيسي لإنك بتشوفي علاقات كتير جدا بيقولك إحنا مش متخانئين لكن في حاجة تكسرت بنا مع السنين مشكلة وراء مشكلة وراء مشكلة تخيلوا إنهم ما تصلحوا لكن هي فكرة له كل حاجة هي مش قادرة تنسى أي حاجة هو عملها وعشان كده حتى لو اتعدلوا ومشي زي الفل عمرها ما ترجع زي ما كانت ليه؟ لأنه ما حصلش الغفران الحقيقي الحقيقة إنه الصلح علشان يبقى صلح لازم يتحقق التلات محاور دول إنه أول ما وإلا ما تتصلحش أول ما نقول هنتصلح يبقى لازم بينك وبين نفسك تمحوا أثار الزنب اللي اتعامل ده وأنا بقول مثال كده دعموه من في أي علاقة إنك تخيل مثلا لو الشخص اللي انت بتتعامل معاه عمل معك مشكلة فهنتخيل المشكلة دي هو حدف عليك طوبة فالطوبة دي انت خدتها وفضلت معاك لأنك فاكر الأزمة أو فاكر المشكلة اللي هو عملها فيك فجهي صلحك الحقيقة إنه الصلحة لو ما تمش كده بيبقى إنك شلت الطوبة دي حطتها في شنطة انت شائلها على ظهرك وكل ما ترجع تفتكر ترجع انت الحمل موجود عندك ولكن بترجع تفتكر مهما كان اللي قدامك ماشي سليم وزي الفل فانت هتفضل طول الوقت متذكر اللي عمله عشان كده بتلاقي الناس فاكرى لبعض حاجات واحدة متجوزة من 40 سنة فاكرى حاجات من الخطوبة ليه لإنه هي ما نسيتش ودي الأزمة الكبرى اللي بتخلي الصلحة مش حقيقي إن إحنا ممكن نكون بنسامح لكن إحنا ما بننساش وكوني ما بنساش أنا بحمل الطرف التاني مهما تغير ومهما تصلح بحمله مسئولية الزنب اللي هو قريدي الموضوع انتهى في حين إن حقيقة خلقت البشر أصلا إنه يخطئ يعني كونك أنت متدايق قوي إن في حد عمل معك موقف من سنة فمش قادر تنساه وتقوله أنا مش قادر أنساه لا هو الحقيقة إن هو ربنا جايبه الدنيا عشان يغلط ويصلح أخطائه مش ما يغلطش لا هو بيغلط ودي طبعته فكونك عايزه ما يغلطش أو ما يعملش الحاجة اللي صعبة عليك فأنت بتطلب مستحيل لكن هنا اللي أنت مسؤول عنه إيه إنك إذا نويت إنك تصالح يبقى خلاص يبقى من اللحظة دي ما تفتحش القديم ولا تتذكره وهنا بقى